شنت ميليشيات الحوث الانقلابية قصفا صاروخيا على الأحياء السكنية في حي المنظر بمدرية الحوك جنوبي الحديدة في ثاني جريمة من نوعها خلال أقل من شهر شهدتها المدرية وقالت مصادر محلية في الحوك أن ميليشيات الحوث قصفت الأحياء السكنية في حي المنظر بالقذائف الصاروخية بشكل عشوائي مخلفة خوفا ورعبا في أوسط الأهالي وكان حي المنظر قد تعرض لقصف صاروخي من ميليشيات الحوثي في أواخر أكتوبر وأسفر عن تدمير خمسة منازل وإصابة امرأتين وثلاثة أطفال ترجمة نانسي قنقر